بعد أيام من تصريح للخارجية الكويتية بتحديد سقف زمني للمشاورات بين الأطراف اليمنية المحدد بنحو إسبوعين وفد الميليشيا عبر رئيسها يتقدم بطلب تمديد الإطار الزمني للمشاورات كرد عن تقديم طلب مشابه لوفد الحكومة بنفس المدة والذي لقي قبولاً لدى الدولة المستضيفة يمكن القول هنا أن ممثلي الميليشيا يعدون مثل هذا الطلب للمزيد من الوقت للتلاعب بسير المشاورات وهو ما عرفت به مراوغات الميليشيا أو صار معهوداً عنها بحسب تصريحات للجانب الحكومي أسابيع مرت إذن منذ انطلاق المشاورات ومحطات الأطراف في الكويت ثابتة عند خمس نقاط أو ما يطلق عليها مطالب رئيسية ومحددة تجري في إطارها المشاورات السياسية فالإفراج عن المعتقلين وفتح الممرات الآمنة أمام المساعدات الإغاثية وفك الحصار أسام في إعاقة التوصل إلى تسويات لإيقاف نزيف الدم كما يرويها وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي في اجتماع وزراء الخارجية العرب في العاصمة الموريتانية نواكشوت غير مرة إذن تعود نقاط الخلاف في المشاورات إلى الواجهة بينما تسهم حرب الميليشيا في استمرار الأوضاع المأساوية وتفاقمها والتي بلغت حدا لا يمكن احتماله أو السكت عنه يبقى الحال على ما هو عليه على الأرض وتسبق آلة القتل أية حلول سياسية طالما والدور الذي تتخذه الميليشيا هو نهج الحرب للسلم لسلم